في إطار تقاسم كل ما يفيد في الاختبارات الشفوية فجاء في توصف المباراة هذا السنة وكذلك السنة السابقة هذا الرائز المهني وبالتالي نحن نعرف أشنا هو هذا الرائز المهني وأنا سنتقاسم معكم هذا الوثيقة ونفصل معكم في الأمور هذه المرتبطة بالرائز المهني فأولا هذا الرائز المهني في خمسة ديلا المحاور المحور الأول تعاطف المحور الثاني توازن نفسي الاجتماعي والمحور الثالث الإنصاف المحور الرابع النزهى والمحور الخامس الحافيزية هنا رأيي اللجنة حول نتيجة الرائز بعد المناقشة مع هذا المترشه يعني هنا كتدوز واحد الرائز عبارة عن كسي ايم في الحاسوب وكيعطيك مجموع من الوضعيات وانت كتجوب وهذا الرائز كتنقطو طماطيكم وكتخرج نتيجة ديلا في الأخير ثم نشوف دبا كل محور شنو كتشنو واشنو فيه تعاطف تعاطف أولا هو القدر على الإنصاط بتماعون والإجابة بتأني إبداء التفاهم والتفتح الفكري إذا أنشغالات وعواطف وأفكار ترميدات والتلاميذ مع التركيز على التعلم القدر على بناء علاقات إيجابية مع تلاميذ الزملاء والأولياء باستعمال كفايات التواصل والتعاون المناسبة القدر على التموضوع مكان الآخر تلاميذ أولياء زملاء واستباق تصرفاتهم في الوضعية الصعبة ومجالات الفرعية التي تدخل في المحور للتعاطف كان العلاقة مع الأطفال للاستئنات السؤال الأول متى كي يقول لك في مؤسسة تعليمية ذات وسط اجتماعي هاش دأب مجموع من المتعلمين على عدم يحضر روازهم المدرسية فيعمال الأستاذ على عدم يشاركهم في أنشط الدرس ما موقفه؟ كم يتصرف الأستاذ؟ هذا كميثال فقط دي الأسئلة وبالتالي الفيديو رغادي يبنونكم الأسئلة الخرية لقروهم المجال الثاني هو المجال دي الإنصاف الإنصاف هو القدر على احترام التنوى الاجتماعي والتقافي ونبذ كل أنواع التمييز المرتبطة بالانتماء الجغرافية والاجتماعي أو العرقية واللغوي أو بالنواة أو بدأوا الاحتياجات الخاصة أو بالمعتقد وإظهار الالتزام لتطوير التعلم والنتائج في سياق دامج المجالات الفرعية التي تدخل من هذا المحوار هي الاحتياجات الخاصة التصنفات الاجتماعية النوع الأجاني بصعوبات التعلم كمثال هذه الأسئلة التي تترفع هذا المحوار فالسؤال الأول مثلا تلميذة تعاني من صعوبات في النطق ومع علمك أنها قد تستغرق وقتا طويرا في الإجابة وقد تتعرض على إتر ذلك للتنمور كيف ستتصرف أمام إصرارها على أخذ الكلمة نفس الشيء إذا هذه وضعيات تحطات ونتخسك تفعل معه جوب أسئلة أخرين رغبين عندكم في الفيديو أقرأهم بتماعون المحوار التالي هو التوازن النفسي والاجتماعي التوازن النفسي والاجتماعي الشيء يقصد به هو القدر على تدبير الوضعيات المتميزة بالصعوبة والضغط القدر على تكييف أرشيط التدريس مع الوضعيات والسياقات المتنوعة للوسط المدرسي القدر على رفع التحديات والتجاوز الإكرهات والتميز بنوع من الاستقلالية المسؤولة في ظل مراقبة مخففة واكتساب التقادة الداتية في اتخاذ القرار وإبداء القدر على التقويم الداتي من أجل تطوير عمله والإكتزام متبصر للممارسة مهنة التدريس على مدى مساره المياني وتحسين تعلم تلميذات التلاميذ هذا المحوار يعني كذلك استدل المحاور الفرعية والمجالات الفرعية فيها التقب النفس مقاومة صعوبة التكييف معرفة الدات نبذ نبذ العنف غياب الانحراب السلوكي ثم الاستقلال العاطفي كمثال كذلك على الأسئلة التي تطرح فمتاقنا نخذه السؤال الثالث خلال الاجتماع بالمؤسسة وبعد مداخلتك رد الزمين عليك بأسلوب استفيز مؤكدة على أن كل ما ورد في مداخلتك غير صائب كيف ستتصرفوا إذا ذلك يعني وضعيات حقيقية التي تعيشها في الميدان التي تقدر تعيشها وبالتالي كي يختبروا مدى يعني رغبتك في مهنة تدريس كذلك مدى يعني اتصافك بهذه الصفات الأستادية مهنة تدريس وبالتالي تتفاعل مع هذه الأمور بالدكاء ثم كذلك المحوار الآخر يعني بعد النزهة النزهة هو التحليب المسئولية والقيام بالواجب والإنصاف والاتصاف بالشفافية إذا أجمع العمليات المرتبطة بالإدارة المدرسية والزملاء والزميلات والتلاميذ وأوليائهم بغرض خلق الثقة بين المختلف المتدخلين في الشام التربوي هذا المحور كذلك في مجموعة المجالات الفرعية اللي هي الحرية الصدق والأمانة المسئولية القيام احترام أخلاقيات المهنة نأخذك مثال في هذه الأسئلة التي تطرح في هذا المجال سؤال الخامس في مؤسستك لا يتم تفعيل أنديات تربوية ومع ذلك يتم ويرسال تقارير المديرية مفادها أن الحياة المدرسية مفعلة ما رأيك في هذا التصرف؟ يعني لك سيكتكون دكي سيكتكون دكي ودكي دير بالصح المجال الآخر هو الحافزية يعني كي اختبر حافزيتك لممارسة مهنة تدريس يعني الحافزية هي القدرة على إبداء رغبة أكيدة في تطوير كفاياته الأكاديمي والمعرفية والتأثير الإيجابي في تحفيز التعلم لدى التلميذات والتلاميذ القدرة على تحفيز زملائه وإظهار الالتزام فعال تجاه ممارسة مهنة تدريس والاستعداد للعمل ضمن فريق المجالات الفرعية المضمنة أو المتضمنة لهذا المحوار فهناك المهنية الإخلاص لقيادات تنظيم الرغبة في التطوير والالتزام كمثال هذا السؤال لك التحفد في الجانب ناخد السؤال ثلاثة كمثال ما موقفك من تنظيم التكوينات المستمرة خلال أيام العطلة البينية؟ يعني يخصي تكون هناك يديل بصح سؤال الرابع كمثال طلب منك مدير المؤسسة تقديم ساعات إضافية لدعم التلاميذ المتعطرين خارج أوقات عملية كما موقفك يعني كدلك أخصكم تكونوا أدكية ديال بالصح ثم السؤال الخامس كيف تتعامل في حالة ضرورة إنجاز درس لا تتعامل ضرورة إنجاز درس التوفر المؤسسة يستعمل بها على الوسائل التعليمية اللازمة لإنجازه يعني ناخصك تكون تياء ديال ديال الميدان تكون دكية ديال بالصح أنا ما تعطيش نراي ديالي بالجواب على ده الأسئلة هذه أنت تخليك تكون عندك الاستخلالياء باش ناقش الأفكار ديالك يعني ناقش أعطينا واحد الجواب ويكون عندك أن تاقدرك واحد جواب آخر والليجنب العكس تقدير ديالك العصف الدهني والخلخلة للتوازن ديال الأفكار ديالك يعني أن تقديم واحد منطق والأسئلة في واحد منطق آخر الهدف من هذه الأسئلة هو علم أن تقدر بدخل ديال الميدان والليس chinez وشانديك واحد الحافيزي لممارسة المهنة للتدريس والله